النهاردة النادي الاهلي حقق فوز مهمة على المقاولون العرب في كأس مصر بدربات الجزائية الترجحية هتكلم طبعا عن هذه المباراة ولكن خلونا دائما نحتفل أو نبقى مبسوطين أو نتكلم عن ذكرى بطولة مهمة جدا جدا في تاريخنا في تاريخ القلعة الحمراء وإذا كنت حضرتك هتسأل أن أنا كإسلام هقول لك أن أنا بالنسبة لي في فرحتين كبرجة في كرة القدم يعني في فرحتين كبر جدا 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 مقدرش نساهم لغاية لما الواحد يعني يموت الفرحة الأولى وهي فرحة مباراة الصفاقسي هتقول لي أصلي ما آه هي بالنسبة لنا احنا بالنسبة لهذا الجيل أو لمجموعة اللاعبين اللي كانوا موجودين في الملعب مباراة الصفاقسي وفوز النادي الأهلي 1-0 على النادي الصفاقسي وفوزه بالبطولة الإفريقية بالنسبة لنا كنت في الملعب فوجودك في الملعب يعني بيديك أفضل يعني ما تيجي تسأل أي حد من الجيل الحالي هيقول لك السنة دي اللي هي البطولة التاسعة لكن لما تيجي تسأل الجيل القديم هيقول لك وأنا في الملعب من الجيل اللي هو 2005 أو 2006 هيقول لك وأنا في الملعب لا بالنسبة لي وأنا في الملعب هي الإحساس الأفضل الإحساس الأحلى وأنا في الملعب أنا حضرت الاثنين الحمد لله ربنا اداني العمر وحضرت مباراة السفاقسي جوه الملعب وحضرت مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت في استاذ القاهرة طبعا وفوز النادي الأهلي بالبطولة التاسعة في القضية ممكن أنا كنت اليوم ده تحديدا في اليوم السابع وكنت بقى أعلق على هذه المباراة وكنتش عرف أنه في حد بيصور ولا أي حاجة فالواحد اتبسط جدا جدا وعمل رد فعلي كده تلقائي الحقيقة بدون أي شيء قد إحنا بنحب هذا النادي وقد إحنا النادي ده بالنسبة لنا يمثل حاجات كبيرة جدا 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 فإذا جيت سألتنا أنا أنا هقول لك السفاقسي وبعدين القاضية ممكن اللي هي السفاقسي 2005-2006 ثم القاضية ممكن 2020 لأن البطولتين دول يعني كانوا في الظروف صعبة جدا في 2005 كانت بداية سيادة النادي الأهلي للبطولة الأفريقية لأربع خمس سنين متتالية باستثناء سنة واحدة اللي خسرنا فيها البطولة الأفريقية على ملعبنا عبد الرحيم العرجول لو تفتكروا هذه المباراة فكانت بداية لعصر جديد غير القديم طبعا لكن دي كانت بداية لعصر جديد استطاع النادي الأهلي تقريبا لغاية 2010 أن يفوز بمعظم البطولات الأفريقية في الوقت ده وبعد كده شوية انكسار وبعد كده رجعنا مرة أخرى للبطولات الأفريقية وبعد كده شوية انكسار وبعد كده رجعنا مرة أخرى للبطولات الأفريقية فالحقيقة البطولات الأفريقية دي بالنسبة لنا لما تيجي تبصي يقولك السفاقسي جيل بتاعنا يعني السفاقسي ثم هذه المباراة لكن هذه المباراة كانت في ظروف صعبة جدا لو حضراتكم تفتكروا هذه الظروف كانت ضغط على النادي الأهلي في هذه المباراة كبير جدا ضغط خارج أرضية الملعب يعني ما تكلمش على كرة القدم ولكن خارج الملعب كانت ضغط على النادي الأهلي كبير جدا جدا في هذه المباراة عشان كده بقول لحضراتكم أنه الموضوع بالنسبة لنا كأهلوية كان كنا واخدينه من قلوبنا يعني كنا حاسين بمدى الظلم الذي يتعرض له النادي الأهلي قبل هذه المباراة وبالتالي لما كسبنا ربنا كرامنا وكسبنا كانت بالنسبة لنا فرحة عظيمة ترجمة نانسي قنقر